السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ميسي قهاب الطبق خبير ومشرف اللغة في النساء المرحلة السنوية أبناء الأعزاء طالبات وطلاب الصف الثاني السانوي هنكمل مع بعض اللي هو الدرس الرابع اللي هو أول درس في النت دي في الوحدة التانية احنا كنا هنا بنقرأ الكلمات باقي كلمات الجو وصلنا حد كلمة يعني تمطر قلنا هنا الفعل ده اللي هو بلوفواغ بيصرف مع الإيل بس بغيان بغيان لامع أنت القر عادي صح أنتها قر صح وجوه دوي النهاردة بعد كده في عندي فصول السنة في عندي فصول السنة شايفين كلمة كل سيزون في أي فصل أخد بالي أني كلمة سيزون خدت كل الفهدوب للمؤنس برغم أني سيزون مش آخرها إيه يبقى كلمة سيزون مؤنس برغم أني مش آخرها إيه ملحوظة تاني في الجرامير عند أعلم عليها إيه هي جميع فصول السنة بتاخد اللي هي إيه أن معدر ربيع بياخد يعني أنا أقول في الشتاء في الخريف في الربيع يبقى تاني جميع فصول السنة بتاخد إيه أن معدر ربيع بياخد إيه الشهور السنة تاخد أون برضو زي يقول أنجواء في يونيو تاخد أون بعد كده نيجي لقعدة مهمة جدا تاني برضو بالمرة أنا حسجلكم القعدة المهمة عشان ما يبقاش حد لحجة في المذاكرة احنا لسه واخدين دلوقتي قايلين أن الفي بييجي بعدها إيه صفة وقلت الفي بو الجو جميل الفي بييجي بعدها صفة ده لسه إيه إنهم مش هنقولهم تاني الفي بو الجو جميل الجو حار إنما إليا اللي هي تحت إليا دي بييجي بعدها اسم فلازم ييجي حرف من دول دي دي لا دي إلا بستغوف دي طب حد حيقول لي علي أساس يا ميسيو إيهاب هقولك على أساس اللي بعدها مسكولاء أو إيه أو في ميناء مذكر أو مؤنس يعني أقول كلمة سليل هي الشمس مذكر قلت دي سليل كلمة بلويل هي المطر تحتها على طول مؤنس قلت دي لا كلمة أغاجي لها العاصفة مبدو بحرف متحرك قلت دي إلا بستغوف كلمة نياجي لها السحب جمع قلت دي بس خدوا بالكم الجملة تكون مسبتة لأن لو الجملة منفية هختار يدي إيه يا دي إيه أبستغوف بس ولا معلم لكم عليها لو الجملة منفية هختار إيه يدي إيه يا دي إيه أبستغوف يعني شوفوا الإجزامبل المثال هنا إلنيابا دي بلوي لا يوجد مطر يبقى تاني إليا بيجي بعدها دي أو دي لا أو دي الأبستغوف أو دي في حالة الإثبات في حالة النفي دي إيه أو دي إيه أبستغوف إنما إلف بيجي بعدها إيه بيجي بعدها صفة بيجي بعدها إيه صفة رح أعيدهم دلوقتي على أرض الواقع نيجي آخر حاجة هنا كذب أنها كلمة لطاء كلمة لطاء برضو معناها الطقس أو المناخ بيجي بعدها صفة أقول لطاء إيه الجو يكون زيها زي إلف بالظبط زيها زي إيه زي إلف أقول هنا لطاء إيه بو الطقس جميل لطاء شو الطقس حار إيه فر و يعني إيه يعني بارد يبقى تاني إلف بيجي بعدها صفة لطاء بيجي بعدها صفة إنما إليا بيجي بعدها اسم بس لما اختار الاسم لازم اختار الأداء قبله دي دي لا دي إلا بصرف دي في حالة الإثبات ودي أو دي بصرف في حالة إيه النفي خلاص يبقى دي أهم إيه أهم الجرامير والقواعد الموجود فيه برضو عندي هنا كسك اللي هي معناها ماذا أو كوا طب إيه الفرق بينهم إن كسك بتيجي في أول الجملة إنما كوا بتيجي في آخر إيه الجملة طب إيه المثال لما أقول تي فوتوغرافي كوا شوف جبتي كوا فيه في الآخر إنت بتصور إيه إنما لو قلت كسك هقول كسك تي فوتوغرافي بعدها أخذت بور كوا معناها لماذا أهم حاجة نقرأ الموضوع بتاعة الدرس اللي تحت طبعا الموضوع بالنسبة ليه الصف الثاني الثانوي في العام عندنا احنا اتحذف الموضوع ولكن بالنسبة لزمالكم طلاب الثانوية الأزهرية الموضوع لسه مزال موجود يبقى لازم نحفظ الموضوع أهم موضوع فيهم الموضوع الأول شاء ما تكترش عليكم الموضوع الأول أي حاجة تجيلك على النشرة الجوية هتحفظ الموضوع الموضوع الأول اللي هو قدامي ده طب الموضوع الأول بيقول إيه هنا الموضوع الأول بيقول إيه ركزوا معي تكلم عن المناخ عن الجو في الأربع فصول يعني إنت هتقول لي مثلا الجو والله هنا في الشتاء الجو برد وتمطر أنا بقعد في البيت في الصيف الجو حار بذهب للبحر أو للبيسين وهكذا يعني هتقول الجو إيه وتعمل فيه إيه قهوة رائعة يعني لسه شرب قهوة بس فيه قهوة من فاش تقول لها لأ أونيفاغ في الشتاء أونيفاغ في الشتاء اللي فيه في غواء الجو بارد إيه البلاي وتمطر أونجو بنلعب ألاكونسول دي جي بنلعب إيه بلايستيشم يبقى أنا بقولك الجو إيه وبتعمل إيه طيب أبغان توف الربيع الفي دو الجو إيه لطيف أونفي دي فيلو يعني بنلعب بالدراجات تخرج كده بالعجلة وإيه في الشارع أونطن في الخريف الفي موفي الجو سيء أونريجارد لتليفزيون بنتفرج على التليفزيون أونتي في الصيف الفي شو الجو حار أونفا ألا بسين بنذهب إلى البسين يبقى إذن أبنائي الأعزاء كده خدنا أهم كلمات الدرس كده خدنا أهم الجرامير في الدرس كده خدنا الموضوع بتاع الدرس طيب إحنا مثلا دلوقتي بنتكلم على اللي هو إيه الجرامير محدش ممكن يكون فيه مشوية نحل الأمثلة اللي هي موجودة فوق ماشي دكور لما نجي نقول هنا نقطن أختار له ولا لا ولا ليه أنتبه أني كلمة طن برغم أن أخيرها إس ولكنها مفرد يبقى أختار إيه أول واحدة اللي هي إيه لو اللي هي إيه لو طب اللي بعدها النقط شو مسيقها بالسئل دلوقتي أني لما لاقي صفة هختار إيه أختار إيه الفي شو الجو حار طيب النقط فوق دي دلوقتي مش هنا بختاره في النص لأنه ده فير بأفوار معناها هيشعر بالبرد يبقى رقم ثلاثة اختاره في النص رقم أربعة كاتر إليا نقط فون لسألكم أنا بختار دي ودي لا على الكلمة اللي بعدها مذكر ولا إيه مؤنس فول هي الرياح مذكر اخترته في النص إليا دي فون رقم سينك خمسة إلنيا با أيوة هنا تركزوا معايا بقى بنات الأعزاء لما أقول إلنيا با أعرف من إيه في نفي في الجملة لما لاقي نيئة بالفعل وبا بعد إيه الفعل إلنيا با بلوي بلوي يعني إيه المطر هاختار دي اللي هي الأولى اللي هي ميسيو عشان في نفي فيه في الجملة طيب رقم سيس رقم ستة برانتو أختار يا شباب أختار أول واحدة أو عشان إحنا قلنا كل فصول السنة بييجي معها أو مع در ربيع كل فصول السنة بييجي معها أو لها إيه إن مع در ربيع أو طيب اللي بعدها نقط طانفي أختار إيه أختار كل الأولى ييجي حد يقول يا ميسيو ميسيوهاب كل الأولى بتسأل عن مفرم مذكر كل الثانية الفا دبلة ال مفرم مؤنس كل الثالثة ليه ال واحدة واس جمع مذكر كلمة ط كلمة ط برغم كلمة ط برغم إن هي أخيرة اس ولكنها مفرم مذكر هختار كل أول واحدة طب رقم ويت 8 هقول ال بلو ليه آخر واحدة يتمطر بقوة آخر حاجة رقم نف تسعة يا شباب بلان دي أختار دي الأولى هيجي حد يقول لي يا ميستر طب منياش جمع أخيرها اس ليه أختار الأولى أقول لهم عشان ده تعبير على بعضه اسمه بلان دي مليء بي ما بيجيش بعدين غير يدي إي يدي إيه أبوستغوف إذن أبناء الأعزاء كده حضراتكم هتحفظوا الكلمات الخاصة بالنشرة الجوية هنركز أو فيه هنا كلمات عناصر الكون لزيليمو دي لنطيغة عناصر الطبيعة زي السحاب والأمطار والحاجات دي ننتبه لحروف الجر المهمة في الدرس حروف الجر مع فصول السنة كل فصول السنة بتاخد أول هي أن معاد الربيع بياخد أول اللي هو إيه أي يو طب إيه المهمة تاني يا ميسيو أنتبه إن إيه الف بيجي بعدها صفة الف بوق الف في غو ót إيه تاني مهم يا ميسيو إن احنا أخدنا إيه لي ياء بيجي بعدها دي دي لاغ إلا بصرف دي في الإسبات ودي أو دا bastرف في النفي المهمة تاني يا ميسيو إن إن ما يقول له طائق الطقس يقوم بيجي بعدها إيه صفة أو آخر الجملة عندي بوركوة معناها إيه؟ لماذا؟ يبقى إذن ده كل بوركوة معناها لماذا؟ بجاوب عليها ببارس كيولي لأن أو كار بيجي بعدها جملة كاملة وبور فعل في المصدر يبقى دي أهم الحاجات أبناء الأعزاء اللي هي موجودة فين عندي هنا وكان معكم ميسيو هابة ضبع خبير ومشرف اللغة الفرنسية المرحلة الثانوية بالتوفيق لكل أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني العام والأظهر والسلام عليكم ورحمة الله